جدا الفارق الثالث وهو ان التشريعات الصادرة من النبي والائمة من النوع الاول اخبار عن واقع معين يعني عندما يقول رسول الله الربا حرام ده يخبر عن ماذا عن حكم واقعي ثابت في لوح الواقع بناء على مسالك العدلية ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية وعندما يقول الصلاة واجبة يعني الصلاة يخبر عن واقع موجود مرة انت تقول لزيد قم هذا انشاء ومرة تقول زيد ماذا قائم هذا اخبار النوع الاول من التشريعات اخوان الاعزاء كلها احكام ما هي وتشريعات اخبارية اخبار عن واقع معين كما هي وظيفة المفتي الآن المفتي عندما يقول يجب او يحرم ماذا ده هو ينشئ لك حكما او يخبرك عن حكم الله الفقيه المفتي لا ينشئ الحكم وانما ماذا يخبرك عن احكام الله نعم الفارق بين المفتي وبين المعصوم ان الفقيه غير المعصوم قد يصيب الواقع وقد ماذا وقد يخطئ الواقع اما المعصوم دائما ماذا يصيب الواقع وان لا الوظيفة واحدة وهي ان المفتي في الشريعة التفتوا الفقيه بعنوان انه مفتيه هو شأن التبليغ كيف قلنا ان النبي له شأن هو شأن ماذا التبليغ يعني الاخبار عن احكام الله عن تشريعات الله سبحانه وتعالى اما التفتوا جيد اما عندما ننتقل الى القسم الثاني من التشريعات فهي تشريعات تخبر عن واقع لو تريد ان تنشئ واقعا اي منهم ها ليست بصدد الاخبار عن واقع وانما هي بصدد ماذا ايجاد واقع معين تريد ان تقول اريد ان يكون المجتمع بهذا الشكل مو انه اخبركم انه ينبغي ان يكون بذاك الشكل فهي احكام ما هي احكام انشائية وهذه له اثار مهمة اثار مهمة في انكشاف الخلاف يعني ان الانسان هل يجب عليه ان يطيع القسم الاول من الاحكام او لا يجب ها يجب عليه اذا قطع ان الذي اخبره كان مخطئ هم يجب عليه ان يطيع او لا يعني ان الفقيه اخبر عن واقع وهو بالقطع ثبت له ان الفقيه ماذا مخطئ في هذا هل يجوز له تقليدها او لا يجوز بعد لا يجوز في باب الافتاء مو في باب حكم الحاكم له بحث اخر حكم الحاكم قاطع بانه مشتر ولذا انتم تجدون ان الفقيه الذي يقول ان الهلال ثبت اذا كنت قاطعا بانه جنو او بالعكس قال لم يزبط انت قاطع عنه ماذا لا تعتمد العلم بالخلاف طبعا هذا بالنسبة الى المعصوم متصور غير متصور غير متصور ولكن انا اريد افرض المسألة حتى اما في مسألة الانشاء اساسا لا يوجد هناك واقع حتى نفترض انه ينكشف خلافه او لا ينكشف ماذا لا ينكشف خلافه لا معنى لذا فلهذا تجب الطاعة مطلق لا معنى لان نفترض اذا كان قد انكشف له الخلاف بالقطع يستطيع ماذا المخالف وهذا ايضا ما صرح به الاعلام يعني الاعلام الذين تعرضوا لهذه المسألة منهم سيد الامام قدس الله نفسه في الرسائل صفحة خمسين يقول يقول وهذا المقام غير مقام الرسالة والتبليغ فانه بما انه مبلغ ورسول من الله ليس له امر ولا ناهي ولو امر او نهى في احكام الله لا يكون الا ارشادا الى امر الله ونهيه بعد الى ان يقول اما بخلافه عندما يصل الى ال الاحكام التشريعية من القسم الثاني يقول وليس مثل هذه الاوامر الصادر عنه ارشادا بل اوامر مستقلة منهم تجب طاعتها لقوله اطيع الله واطيع ماذا الرسول وولي الامر منهم هذا هو الفارق complimentary اشتركوا في القناة